أهلا بكم أنا جرير دبابني سأقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات وأبدأوا الساعة الأولى من الحرة الليلة من روسيا حيث أعلن لكراملين هراك إنهاء العمل في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود نقلت توكالة رويترز عن وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أخطرت كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها تمديد الاتفاق وأنها ستعود إلى الاتفاق في حال تنفيذ مطالبها فيما أعلن الرئيس التركي عن اعتقاده بأن روسيا ستعود إلى الاتفاق فلماذا إذن اتخذت موسكو هذا القرار وما هي تدعياته على العالم ككل وماذا تطلب روسيا للعودة إليه وسنتسأل اليوم عن مصير الدول التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية خاصة في القارة الإفريقية ردود فعل واسع على قرار روسيا عدم تمديد مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قرار وصف بأنه استغلال لسلعة استراتيجية تعتمد عليها كثير من دول العالم لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالحرب التي تشنها على أوكرانيا الولايات المتحدة اعتبرت أن وقف العمل بالاتفاق سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين واتهمت روسيا بممارسة ألعاب سياسية لقد وجهت روسيا ضربة أخرى إلى الأطراف الأكثر ضعفا في العالم هذه المرة بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وهو ما يعد عملا وحشيا من جانب روسيا الأمم المتحدة قالت أن القرار الروسي سيكون له انعكاسات على الأمن الغذائي لمئات الملايين حول العالم أعبر عن أسف الشديد لقرار روسيا الانسحاب من مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بما في ذلك رفع الضمانات الروسية الأمنية للإبحار في الجزء الشمالي من البحر الأسود هذه المبادرة ضمنت المرور الآمن لأكثر من 32 مليون طن من الأغذية من الموانئ الأوكرانية كما شحن برنامج الغذاء العالمي أكثر من 725 ألف طن لدعم العملية الإنسانية للمناطق التي تعاني الجوع بما في ذلك أفغانستان واليمن والقرن الإفريقي أما مفوضية الاتحاد الأوروبي فوصفت قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية وتعهدت بالعمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال من جانبه أنه يعتقد أن نظره الروسية يرغب في استمرار الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر وقالت روسيا في رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إن انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية يعني إلغاء ضمانات سلامة الملاحة التي أصدرها الجانب الروسي وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الضرى والقمح والحبوب الأخرى وتقول الأمم المتحدة إن دولاً فقيرة استفادت من مساعدة الاتفاق في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20% عالمياً لمناقشة هذا الموضوع ينضم لنا من ولاية نورث كارولاينا السفير أو سفير الولايات المتحدة في تركيا سابقاً روبرت بيشتون مرحباً يا سيد روبرت شكراً جزيلاً لك لتلبية الدعوة لماذا برأيك أرادت روسيا أن تتخذ هذا القرار الآن؟ أعتقد أن الاتفاق انتهى بالأمس وبالتالي موسكو الآن تكرر مرة أخرى مطالبها الخاصة بمعاملة أفضل وبطريقة تتعلق بشحن الحبوب والأسمدة والترتيبات المالية عبر المصارف الروسية لقد كانت هذه مشكلة والغرب الآن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ربما عدد ترتيبات المالية الروس قالوا أن نظام العقوبات العام أثر عليهم والأوروبيون قدموا عرضاً لتخفيف العقوبات والأمين العام للأمم المتحدة قدم عرضاً لحل المشكلة والصين وهي أكبر متلق للحبوب في هذه الصفقة أيضاً دعت روسيا إلى العودة إلى الاتفاق أعتقد أن هناك فرصة جيدة أن تكون هناك اتفاقية في الأيام القادمة الكثير من الناس يحتاجون إلى الحبوب ستكون هذه الاتفاقية بنفس الحثيات السابقة بنفس مركز الاتفاق والرعاية في تركيا الآن أم تعتقد أن العلاقة اليوم تتجه إلى الطلاق أكثر ما بين موسكو وأنقرة هذا سؤال جيد أعتقد أن الرئيس إردوغان وتصريحه اليوم وتصريح بأنه يدعو صديقه الحميم بوتين وهو دعية لزيارة الدولة إلى تركيا بعد وقت قصير وهذا ليتأكد قدر الإمكان أنه لن يكون هناك انتقام من تركيا نتيجة للتسوية مع السويد الأتراك لم يقصدوا أي شيء حاليا يبدو أن المشكلة حلة أمريكا ستستفيد من هذا الوضع القائم هل تعتقد أنه من مصلحة أمريكا أن تتوسع هو أن تكبر الفجوة ما بين بوتين وأردوغا لا أقول ذلك أعتقد أن همية ترتيبات الحبوب هذه بالنسبة للدول الفقيرة ومن جملتها السودان والصين حوالي 121 مليون نسمة أضيفه إلى هؤلاء لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقلق كثيرا بشأن هل هناك فجوة بين تركيا وروسيا يمكن استغلالها هم معنيون أكثر باستمرار الاتفاقية وحتى لا تكون هذه المشكلة موجودة أمام سكان العالم وبما أنك جئت على ذكر الدول المتضررة سعادة السفير ألا تعتقد أن الروسيا بهذا القرار ستفقد تلك القاعدة التي كانت تروج لربما قضيتها في تلك الدول الفقيرة في تلك الدول النامية تلك الدول التي لا تود أن تنضم إلى المعسكر الغربي اليوم هذه الدول هي الدول المتضررة من هذا القرار كان إن استمر ولم يكن هناك اتفاق جديد هل ستفقد روسيا القاعدة المحبة لها في هذه الدول نعم عندما تم توصل إلى الاتفاق وزير الخارجية لافروف قام بجولة كبيرة في إفريقيا وشرح كيف أن الاتفاقية مصممة لمساعدة الدول الإفريقية وأن روسيا لبت احتياجاتهم ومنعتهم من الانضمام إلى الجدل السياسي في العالم وسيد لافروف بدل قصار ما في وسعه لجلب التعاطف مع الموقف الروسي هذا جزء أساسي من التفكير الروسي واعتقد أنهم لو انتظروا طويلا فسوف يبدأون في خسارة الدعم من هذه الدول التي يعتقدون أنهم خالب في لعبة تلعبها روسيا نرى بأن الوضع ازداد سوءا ما بعد محاولة فاغنر للتمرد هل ترى بأن ظهر بوتين اليوم للحائط هل ترى بأن هذا من مصلحة أمريكا هل ترى بأنه من مصلحة أمريكا أن لا يكون هناك سلما لينزل بوتين فيه عن الشجرة التي سعد إليها أعتقد أن الموقف داخل روسيا صعب جدا يصعب تحليله حاليا ومن الواضح أن هناك الكثير من الاضطرابات وأناس اعتقدوا أو دعموا الحرب في البداية وهذا شمل الجنرال بيغوجين وأناس اعتقدوا أن الحرب لم تسر بشكل جيد هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للسيد بوتين ولكن في الحكومة الدكتاتورية كل شيء يدور حول قدرة القائد على إدارة العلاقات والقوة وعلينا أن ننظر على السيد بوتين لمعرفة ما سيحدث أشكرك جزيلا ليعطينا الوقت في هذه المداخلة من نورد كارولاينا سفير الولايات المتحدة في تركيا سابقا روبرت بيرسن شكرا جزيلا لك أود أن أعود إلى موضوع تعليق روسيا لاتفاقية الحبوب ينضم إليه من موسكو الخبيرة في أشؤون السياسية والاستراتيجية يلينا سابونينا مرحبا بك يا سيد إلينا شكرا جزيلا لك لتربية الدعوة لماذا؟ لربما أنت سمعت إلى المقابلة قبل قليل التي طرح فيها سيد روبرت بيرسن وجهة نظره لماذا تعتقدين بأن روسيا اتخذت القرار الآن؟ مساء الخير توجد بعض النقاط لا أستطيع أن أتفق فيها مع سيد روبرت سيد السفير وهي مثلا القول أن صفقة الحبوب إلى علاءة بالأمن الغذاء العالمي هذا ليس صحيح إساءاتنا تشير إلى أن أكثرية الحبوب في إطار هذه الصفقة هي ذهبت لدول أوروبية وليست لدول أسيوية وإفريقية ومن استفاد من هذا شيء هم مضاربين وهذا للأسف الشديد الآن روسيا تعتقد أن اتفاقيات مباشرة صنائية مع دول إفريقية ومع دول آسيا ستحل محل هذه الاتفاقية اتفاقية الحبوب وروسيا أيضا وعدت لبعض الدول الأفريقية وأسيوية أن تتبرع بكمية كبيرة من الحبوب لكي لن يتأثرهم هناك من وراء إنهاء هذه الصفقة فنعم روسيا تعتقد أنها لم تستفد منها وواجهت خدعة من قبل الدول الغربة حول هذا الشيء وللأسف تركيا مع هؤلاء التي ضمنت هذه الاتفاقية هي لم تحقق مطالب روسيا مثلا ما هي مواضيع إن خدعت فيها روسيا هناك يوجد البنك الحكومي يعمل في مجال الزراع وفي إطار هذه الاتفاقية كان من زمان تركيا أيضا كانت ممن خدعوا موسكو أم لا تركيا لم تخدع موسكو ولكنها قدرت أنها تستطيع أن تضمن أشياء لروسيا ولم تستطع أن تحققها وروسيا لا تلهم تركيا أبدا روسيا تلهم دول غربية وقبل كل شيء أمريكا هي كانت تضغط على تركيا وهذه الضغوطات تركت إسرها وهنا أنا أعود لنقطة ثانية ذكرها السيد السفير وهي كأنها أمريكا لا تريد أن تتوسع فجوة هناك ما بين روسيا وتركيا أنا أختلف أنا أعتقد من مصلحة أمريكا أن تكون هناك خلافات ما بين روسيا وتركيا ولكن روسيا الآن تعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على العلاقة مع تركيا لا هو لم يقل أنها من مصلحة أمريكا بالمناسبة يبدو أنك تتفقين لا تختلفين ولكن على كل حال لربما أنت قلت بأنه لا تلوم موسكو أنقرة على الوعود التي قدمتها ولم تستطع الإفاءة بها لا لا أبدا هو قال تفضلي أعطيك عشر ثواني هو قال أن أمريكا كأنها ليست لديها مصلحة في الخلافات ما بين روسيا وتركيا أنا أختلف أنا أعتقد أن أمريكا تعمل أن تظهر هناك خلافات أكثر ما بين روسيا وتركيا نحن لا نصدق أمريكا بهذا هو قصده ليس في قضية الحبوب هنا تحديدا قضية غذائية عالمية هذا ما فهمت منه وعكل حال وضحت نقطة حضرتك ولكن عندما تقولين بأن تركيا قامت بتقديم وعود لروسيا وروسيا لا تلوم على عدم قدرة تركيا على تنفيذ هذه الوعود نحن لا نتحدث عن دولة بسيطة نتحدث عن روسيا روسيا لديها قدرة على تقدير لديها قدرة على معرفة قدرة من يساعدها على تأدية مهامه أو وعوده يبدو أن المشهد الآن هو نتيجة سوء تقدير روسيا وراهنت على تركيا رهانا خاطئا لا روسيا كانت تفهم أن هذا الشيء سيحدث فاتفاقية الحبوب كانت اتفاقية موقعة فروسيا استفادت قليلا من هذه الاتفاقية كانت هناك أمور ما زالت تعمل حتى في إطار هذه الاتفاقية مثلا روسيا كانت تصدر الأسمدي وجزء من هذه الأسمدي كان يتم تصديرها عبر الأرادة الأوكرانية وعبر المواني في أوكرانيا ولكن في شهر الماضي أوكران بأيديهم قد فجروا نبوب شهير لأمياك الأسمدي كانت تذهب من روسيا في أوكرانيا لمناء أوديسا لماذا هم فعلوا ذلك لماذا فجروا هذا الأنبوب وكانت هناك الاستفادة المشتركة منه رغم المواجهة العسكرية ما بين البلدين ولكن هذا هو الواقع هم فجروا هذا الأنبوب فهناك وقاع جديد أصبحت تظهر على الأرض وهذه الوقاعة لا تسمح كان لروسيا أن تمدد هذه الاتفاقية أود أن أشكر انضمامك إلينا أستاذ إلينا سوبونين شكرا لك من موسكو الخبيرة في الشؤون السياسي والاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر